السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بهاء طبعاً انتم شفتوا الناتج النهائي للدورة اللي احنا هنشتغل عليها وشفتوا المفروض كده عرفتوا ايه الحاجات اللي احنا هنحتاجها طبعاً احنا بنحاول نبسط الموضوع لأي حد لو هو حتى ما عندوش فيها في أي جزء هنقوله بس طبعاً لازم عشان تستفادل استفادت قصة من الدورة كن عندك الإلمان بالطولة اللي احنا هنستخدمها لاننا مش هنشرح كل تطرقات هنستخدمها او نشرح اللي احنا استخدمنا ده بس واصلنا هنا ازاي فلازم يكون عندك الاسيات دي الحمد لله الحاجات اللي كلها متوفرة طبعاً يكفي ان الدورة مثلاً اللي هي المجانية اللي موجودة اللي هي الخاصة بي اللي هي تقنية البلوكتشين او دي واحدة لا اهيري ده بلوكتشين فرونت زيرو موجود على يوتيوب موجود على يوديوم موجود على نرع الموقع عندك برضو يفضل ويحبل بشكل كبير انت تاخد الدورة الفول سوريديتي كورس خاصة بسوريديتي عشان تبقى المام تام لان احنا هنقرأ برضو يفضل ان انت طبعاً احنا هنتعامل مع لازم تكون عارفة وإيه الافتي اصلا ما اننا هنوضحه وهنشرحه برضو يعني هنشرح هو ايه للناس اللي ما تعرفش بس لو انت عندك المام بيه وهتشوف نمازج ليه عندنا برضو دورتين او مش دورتين دورة خاصة بالكريدة الافتي ستور دي بنعمل افتي وبنربطه بالاي بي اف اس دي المنصة اللي احنا هنبدأ نتكلم عليها ان انت دلوقتي عايز تحفظ داتا زي ما هنجي نشوف المرة الجاية التكنيك بتاع اصلا الافتي عموماً هتلاقي ان انت بتتعطي تحط الصورة او الملف في سيرور بعدها هتاخد الهاش ده وتحطه في البلوكتشين او في السمارت التاكت بتاع فاحنا شرحين الموضوع ده هنا بس طبعاً مش معنى كده ان انت ما تقدرش لو ما خدش ده ما تقدرش تغلق عادي خالص المهمة تبقى فاهم التكنيك بتاع الانفتي ماشي ده اهم حاجات لازم تبقى انت عارفها او اهم حاجة هو الكورس الاولية ليه تمام الكورس اللي فيه الاساسيات ولازم تبقى عارفها ويبقى 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 عندك اساسيات راكت لان احنا هنشتغل بالنكسجو اس او راكت عموماً يعني مش فرقة والسي اس و الجواس كريبتور حاجات ده لانه هنصمم الكورس ده هيتعمل كده هيتم في دورات ان شاء الله قادمة خاصة بالموبايل برضو وان شاء الله مش هنسيب حدا لما نعلمو المخاربه والاضافت اللي هو هي حتاها تمام فا يعني ده كان الاساس اللي هنازم اقل عليه الكلام ولازم تبقى انتو عارفين الحاجات دي وعارف يعني RC 2ني RC 71th اللي احنا نشتغل في الانفتي فيلا بينا نبدأ وهنبدأ بقاول حاجة احنا نشتغل الانفتي بشكل عام ونبص على النامزل اللي موجوده اصلا والفرق ما بين الـ NFT أو الـ Non-Fungible Token والـ Fungible Token يلا بينا نبدأ المحاضرة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته